معركة الجيوب الفارغة معركة بدأت من اكبر صرح علمي في البلاد وغايتها الانتصار الكامل على مخطط الاستحواذ الميليشيوي على الاموال العامة اضراب هيئة التدريس في جامعة صنعاء يلقى استجابة في بقية الجامعات الحكومية التي تقع في نطاق سيطرة الانقلابيين على نحو يشكل اخطر تهديد لسلطة الامر الواقع ويتزامن هذا المستوى المتطور من الاحتجاجات في الوسط الاكاديمي مع سلسلة من الاخفاقات العسكرية التي تقوض وجود الانقلابيين في اهم معاقلهم وخطوط امداداتهم وفي المناطق الاستراتيجية المهمة وعلى رأسها منطقة باب المندب هجمة من الترويع والتخوين تستهدف نقابة هيئة التدريس ورئيسها الدكتور محمد الظاهري في محاولة لثنيها عن تنفيذ اضراب شامل ومفتوح هو الاهم من نوعه في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الاخرى اكثر من اربعة اشور لم يتسلم خلالها الاكاديميون رواتبهم ما عرضهم لاسوأ ظرف واذلال معيشي في حياتهم المهنية وعرض التعليم العالي لاسوأ اختبار في تاريخه عجز الميليشيا عن تأمين النفقات التشغيلية والمرتبات يؤذن بنهاية وشيكة وربما يساهم تحرك الاكاديميين في التعجيل من هذه النهاية وطي صفحة سوداء من تاريخ اليمن اشتركوا في القناة